حدثنا وكيع حدثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنائي أنا النبي لا كذب أنا أبن عبد المطلب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال فحدثني به ابن أبي الليل قال فحدث أن البراء بن عازي بن قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلف ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وبين السجدتين قريبا من السواء حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت ابن أبي الليل قال حدثنا البراء بن عازي بن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب قال أبو عبد الرحمن ليس يروع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط في المغرب إلا في هذا الحديث وعن علي قوله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البرياء ورأى ابن عازي بن يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال فتبيعه سراقة بن مالك بن جعشمين فدع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه فقال ادعوا لها لي ولا أضرك قال فدعا ألها له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا برعي غنمين فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لباء فأتيته به فشرب حتى رضيته حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء بن عازي بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام توسد يمينه ويقول اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك قال فقال أبو إسحاق وقال الآخر يوم تبعث عبادك حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهفة وفي الدار دابة فجعل التنفير فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل من قيسين فقال أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حني فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن نسا رماتا وإن لما حملنا عليهم إن كشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحريث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا أبن عبد المطلب حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ربيع بن البراء يحدث عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان إذا أقبل من سفر قال آيبون تائبون عبدون لربنا حامدون حثنا سليمان بن داود الهاشيمي قال أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة قال لا لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما ذاك في النفقة حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال قيل للبراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا هكذا مثل السيف قال لا بل كان مثل القمر حنا عفان حدثنا حمد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازي بن قال لكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصل الظهر وأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بل قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بل قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والمن ولاه عادي من عداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا هنيئا يا أبنى أبي طالب أصبحت وأمسيت مولا كلي مؤمن ومؤمنة قال أبو عبد الرحمة حدثنا حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عفان حدثنا شعبة قال زبيد أخبرني منصور وداود وابن عو ومجالد عن الشعبي وهذا حديث زبيد قال سمعت الشعبية يحدث عن البراء وأحدثنا عند سارية في المسجد قال ولو كنت ثم لا أخبرتكم بموضعها قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرف من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من أن نسك في شيء قال وذبح خالي أبو بردة بن نيار قال يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها ولم تجزئ أو توفي عن أحد بعدك حانا عفان حدثنا شعبة قال علقمة بن مرثد قال أخبرني عن سعدي بن عبيدة عن البراء بن عازي بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القبر إذا سئل فعرف ربه قال وقال شيء لا أحفظه فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حانا عفان حدثنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق عن البراء قال شعبة ولم يسمعه من البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم مر بناس من الأنصار فقالا إن كنتم لابد فاعلين فأفشوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل حسنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس من الأنصار فقالا إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلومة حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتيف فكتبها قال فشكا إليه ابن أم مكتومين ضرارته فنازلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر حسنا عفان حدثنا عمر بن أبي زائدة قال سمعت أبا إسحاق قال قال رجل للبراء وهو يمزح معه قد فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أصحابه قال البراء إني لا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فر يومئذ ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حفر الخندق وهو ينقل مع الناس الترابة وهو يتمثل كلمة ابن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فإن الأولى قد بخوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يمد بها صوته حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازي بن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفتتح الصلاة رفع يديه حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء أطيب حدثنا سفيان أخبرنا أبو جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقالا إن أول نسككم هذه الصلاة فقام إليه أبو بردة بن نير خالي قال سهيل وكان بدريا فقالا يا رسول الله كان يوم النشته فيه اللحمة ثم أن عجلنا فذبحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبدلها قالا يا رسول الله إن عندنا ماعزا جذعا قال فهي لاك وليس لأحد بعدك حثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة حدثنا أبو جناب الكلبي حدثني يزيد بن البراء بن عازب عن البراء بن عازب قال كنا جلوسا في المصلى يوم أضحى فأتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الناس ثم قال إن أول نسك يومكم هذا الصلاة قال فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليه فحمضا لها وأثنى عليه وأمرهم ونهاهم وقال من كان منكم عجل ذبحا فإنما هي جزرة أطعمه أهله إنما الذبح بعد الصلاة فقاما إليه خالي أبو بردة بن نيار فقال أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول الله ليصنع لنا طعام نجتمع عليه إذا رجعنا وعندي جزعة من معز هي أوفى من الذي ذبحت أفتغني عني عني يا رسول الله قال نعم ولن تغني عن أحد بعدك فقالا ثم قال يا بلال قال فمشى واتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتى النساء فقالا يا معشر النسواني تصدقنا الصدقة خير لكن قال فما رأيت يوما قط أكثر خدمة مقطوعة وقلادة وقرطا من ذلك اليوم حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إد قال حدثنا إد بن لقيط عن البراء بن عازي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك قال أبو عبد الرحمة حدثناه جعفر بن حميد حدثنا عبيد الله بن إد قال حدثنا إد عن البراء بن عازي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كيف تقولون بفرح الرجل إن أنفلتت منه راح للته تجر زمامها بأرض قفر ليس فيها طعام ولا شراب وعليها طعام قال عفان وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة قال عفان بجذل فتعلق زمامها فوجدها معلقة به قال عفان متعلقة به قال قلنا شديد يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحل الته قال أبو عبد الرحمني وحدثناه جعفر بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن إد مثله حدثنا معاوية بن هشامين حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا عنه كانت تشغلنا عنه رعية الإبل حسنا حميد بن عبد الرحمني عن الأعمشي عن طلحة عن عبد الرحمني بن عوسجة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زينوا القرآن بأصواتكم حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا يزيد بن أبي زياد عن أبن أبي الليلة عن البراء بن عازبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الحق على المسلمين يوم الجمعة أن يغتسل ويمس طيبا إن وجد فإن لم يجد طيبا فالماء طيب حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أشداده وأخواله من الأنصار وأنه صل قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهدوا بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة قال فداروا كما هم قبل البيت وكان يعجبه أن يحول قبل البيت وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولوا وجهه قبل البيت أنكروا ذلك حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن البراء بن عازب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبنه إبراهيم ومات وهو أبن ستة عشر شهرا وقال إن له في الجنة من يتم رضاعه وهو صديق حان أبو أحمد حدثنا صفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الأبل حدثنا أبو أحمد حدثنا صفيان عن أبي إسحاق عن البراء أو غيره قال جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره فقال العباس يا رسول الله ليس هذا أسرني أسرني رجل من القوم أنزع من هيئته كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل لقد آزرك الله بملك كريمين حنا بهز حدثنا شعبة أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله قال شعبة قلت لعدي أنت سمعت من البراء قال إياي يحدث حثنا بهز حدثنا شعبة وعن عدي بن ثابت عن البراء بن عازي بن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاملا الحسن فقال أني أحبه فأحبه حثنا بهز حدثنا شعبة وعن عدي بن ثابت عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم مرضع في الجنة حثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء الآخرة في أحدى الركعتين بتيئن والزيتون حثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا الأشعث بن سليمين عن معاوية بن سويدي بن مقرئ عن البراء بن عازي بن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانة عن سبع قال فذكر ما أمره من عيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس ورد السلام وإبرار المقسم وإجابة الداعي ونصر المظلوم ونهانة عن آنية الفضة وعن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب والإستبرق والحرير والديوباج والميثرة والقاسي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليمين فذكر معناه إلا أنه قال تشمية العاطس حثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازي بن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطبا ويابس وله مثل أجر من صلى معه قال أبو عبد الرحمن وحدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا معاذ بن هشامين فذكر مثله بإسناده حثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتيف فكتبها قال فجاء ابن أم مكتومين فشك ضرارته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت غير أولي الضرر حثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال قرأ رجل سورة الكهف وله دابة مربوطة فجعلت الدابة تنفر فنظر الرجل إلى سحابة قد غشيته أو ضبابة ففزع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل قال نعم فقال اقرأ فلان فإن السكينة نزلت للقرآن أوي عند القرآن حثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز مولى بني شيبان أنه سأل البراء عن الأضاحي منها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا تجزئ العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقي قال قلت فأني أكره أن يكون في القرن نقص أو قال في الأذن نقص أوي في السن نقص قال ما كره تفدعه ولا تحرمه على أحد حانى محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع عبد الله بن يزيد الأنصارية يخطب فقال أنا البراء وهو غير كذوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يسجده ثم يسجدون حثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازي بن قال أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتومين قال فجعل يقريان الناس القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد قال ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فارحوا بشيء قد تفرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء قال فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في صور من المفصل حثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بخوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا يمد بها صوته حثنا عفان حدثنا شعبة حدثني الحكم عن أبن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الرقوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء حثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الأنصار أن يقول إذا أخذ مطجعه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظاهي إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة حثنا عفان حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منح منح طوارق أو منح تالبأ أو هدى زقاقا فهو كعطاق نسمة ومن قال لا إلها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو كعطاق نسمة قال كان يأتي ناحية الصف إلى ناحيته يسوي صدورهم ومناكبهم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم قال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وكان يقول زينوا القرآن بأصواتكم حثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأني قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد فيسجدوا حثنا عفان حدثنا شعبة قال طلحة أخبرني قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منح طوارق أو منح ورقا أو هدى زقاقا أو سق لبانا كان له عدل رقبة أو نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان له كعدل رقبة أو نسمة قال وكان يأتنا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسحوا عواتقنا أو صدورنا وكان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأولي أو الصفف الأولي حثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا صالح بن عمر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر أن لها عز وجل هي طابة هي طابة حثنا ابن إدريس أخبرنا شعبة وعن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن البراء بن عازي بن أمن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح وفي المغرب حثنا إسماعيل يعني ابن علية أخبرنا شعبة وعن الحكم بن عتيبة استعمل أبا عبيدة بن عبد الله على الصلاة أيام ابن الأشعث فكان إذا رفع رأسه من الرقوع قام قدر ما أقول أوه وقد قال قدر قوله اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الحكم فحدثت ذاك عبد الرحمن بن أبي ليلة فقال حدثني البراء بن عازي بن قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء حثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب فقال حدثنا البراء فكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى ياروه سجدا ثم سجدوا حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازي بن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة قال انظروا ما آمركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضبه ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع حسن إسماعيل حدثنا ليث عن عمري بن مرة عن معاوية بن سويدي بن مقرئ عن البراء بن عازي بن قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي عرى الإسلام أوسط قالوا الصلاة قال حسنة وما هي بها قالوا الزكاة قال حسنة وما هي بها قالوا صيام رمضان قال حسنة وما هو به قالوا الحج قال حسنة وما هو به قالوا الجهاد قال حسنة وما هو به قال إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازي بن قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محممين مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقالوا نعم قال فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال لا والله ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريفة رجنه وإذا أخذنا الضعيفة أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم الجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه قال فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله يقولون إن أطيتم هذا فاخذوه يقولون أتو محمدا فإن أفتاكم بالتحميم الجد فاخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفيرون قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هي في الكفار كلها حسنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسنا بن ثابت اهج المشركين فإن جبريل معك حدثنا أبن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فقرأ والتي والزيتون حسنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ بتي والزيتون حسنا أبو معاوية حدثنا قنال بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن الباب براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا والأشرة أشروا حسنا أبو معاوية حدثنا قنال بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إلها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو منح منحة أو هدى زقاقا كان كمن أعتقى رقبة يقول أبو عبد الرحمن كان يحيى ابن آدم قليل الذكر للناس ما سمعته ذكر أحدا غير قناء قال قال لنا يوما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا ما ليس هذا من بابتكم حسنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن أشعثى بن أبي الشعثى عن معاوية بن سويدي بن مقرئ عن البراء بن عازب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعا ونها عن سبعا قال نها عن التختم بالذهب وعن أشرب في آنية الفضة وآنية الذهب وعن لبس الديوباج والحرير والإستبرق وعن لبس القاسي وعن ركوب الميثرة الحمراء وأمر بسبعا عيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس ورد السلام وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي حسنا إسماعيل أخبرنا داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحد حتى نصلي فقم خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت وإني ذبحت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري أهلي وجراني فقال قد فعت فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لباء هي خير من شاتي لحمين أفأذبحها قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك حسنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن من هالي بن عمر وعن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطيلة وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلا إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرج إلى مغفرة من الله ورضواء قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرجوا منها كأتي بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلاء بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتيحون له فيفتح لهم فيشيعوه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي طريها حتى ينتهبه إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأته ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفريشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأته من روحها وطبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكفر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرج إلى سخط من الله وغضب قال فاتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من أصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرجوا منها كأن تنريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلاء بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل أكتب كتابه في سجيء في الأرض السفلة فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطيل أو تهوي به الريح في مكاء سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لهم من ربك فيقولوا ها ها لا أدري فيقولان لهما دينك فيقولوا ها ها لا أدري فيقولان لهم هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقولوا ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب ففرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقولوا أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش حدثنا المنهال بن عمر عن أبي عمر زذان قال سمعت البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا وجلسنا معه فذكر نحوه وقال فينتزعها تتقطع معها العروق والعصب قال أبي وكذا قال زائدة حدثنا معاوية بن عمر نحدثنا زائدة حدثنا سليمان الأعمش حدثنا المنهال بن عمر نحدثنا زذان قال قال البراء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فذكر معناه إلا أنه قال وتمثل له رجل حسن الثياب حسن الوجه وقال في الكفر وتمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب حسن إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي عائذ سيف السعدي وأثنى عليه خيرا عن يزيد بن البراء بن عازي بن وكان أميرا بعمان وكان كخير الأمراء قال قال أبي اجتمعوا فلا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي فأني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم قال فجمع بنيه وأهله ودعى بوضوء فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وغسل اليد اليمن ثلاثا وغسل يده هذه ثلاثا يعني اليسرى ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطناهما وغسل هذه الرجل يعني اليمن ثلاثا وغسل هذه الرجل ثلاثا يعني اليسرى قال هكذا ما ألوت أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم دخل بيته فصلى صلاة لا ندري ما هي هي ثم خرج فأمر بالصلاة فأقيمت فصلى بناء الظهر فأحسب أني سمعت منه آيات مني ثم صلى العصرى ثم صلى بناء المغربى ثم صلى بناء العشاء وقال ما ألوت أن أريكم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازي بن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم أبل فقال توضأ منها قال وسئل عن الصلاة فيما بارك الأبل فقال لتصلوا فيها فإنها من الشياطين حثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا شك سفيان ثم صرفنا قبل الكعبة حثنا يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق قال قال رجل للبراء يا أبا عمارة وليتم يوم حني قال لا والله ما ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ول سرعان الناس فاستقبلتهم هوازن بالنبل قال فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحريث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا أبن عبد المطلب حدثنا يحيى عن شعب تحدثني حبيب عن أبي المنهال قال سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازي بن يقولاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا حدثنا يحيى عن شعب تحدثني سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازي بن قلت حدثني منها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويد أقصر من يده فقال أربع لا يجزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقي قلت إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص قال ما كره تفدعه ولا تحرمه على أحد حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز مولم لباني شيبانا أنه سأل البراء عن الأضاحي فذكر الحديث حثنا يحيى عن سفيانا قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب حرير فجعلوا يتعجبون من حسنه ولينه فقال لما نديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل أو أخير من هذا حثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء ابن عازي بن قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة تعالى أن يقيموا ثلاثا ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح قال قلت وما جلبان السلاح قال القراب وما فيه حثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو إسحاق عن الرابع ابن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر قال آيبون تائبون عبدون لربنا حامدون حثنا أبن نمير حدثنا الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق حثنا أبن نمير أخبرنا مالك عن أبي داود قال لقيت البراء ابن عازي بن فسلم علي وأخذ بيدي وضحك في وجهي قال تدري لما فعت هذا بك قال قلت لا أدري ولكن لا أراك فعته إلا لي خير قال إنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل بي مثل الذي فعته بك فسألني فقلت مثل الذي قلت لي فقال ما من مسلمين يتقيان فيصلي مؤحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذه إلا لله عز وجل لا يتفرقان حتى يغفر لهما حثنا أبن نمير حدثنا أجلاحه عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازي بن قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون العدو غدا وإن شعاركم حم لا ينصرون حثنا أبن نمير أنبأنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال الأعمش أراه عن البراء ابن عازي بن قال مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبن ستة عشر شهرا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن في البقيع وقال إن له مرضعا يرضعه في الجنة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر قال سمعت الشعبية يحدث عن البراء ابن عازي بن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنه إبراهيم إن له مرضعا يرضعه في الجنة حثنا أبو داود الحفري عن سفيانا عن أبي إسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما وضع يده على خده ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن ثابتي بن عبيد عن يزيد بن البراء ابن عازي بن عن البراء ابن عازي بن قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحب أوي مما يحب أن يقوم عن يمينه قال وسمعته يقول ربقني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك حدثنا هو أبو نعيمين بإصناده ومعنه إلا أنه قال ثابت عن ابن البراء حدثنا وكيع حدثنا أبي وسفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازي بن قال كنا نتحدث أن عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وبضعة عشر الذين جازوا معهم ضهر قال ولم يجاوز معهم ضهر إلا مؤمن حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازي بن قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر قال لما نزلت جاء عمرو بن أم مكتومين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر قال يا رسول الله ما تأمرني أني ضرير البصر فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بالكتف والداوة أو اللوح والداوة حثنا وكيع حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن علي بن ثابت عن الوراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد قال لبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله أو أخذ ماله حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازي بن قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل حنا وكيع حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازي بن قال غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة حنا وكيع حدثنا فتر عن سعدي بن عبيدة عن البراء ابن عازي بن قال غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة حنا وكيع حدثنا فتر عن سعدي بن عبيدة عن البراء ابن عازي بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا أويت إلى فراشك طاهرا فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن متى من ليلتي كمتى على الفطرة وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا سمعه فطر من سعدي بن عبيدة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال انتهينا إلى الحديبية وهي بئر قد نزحت ونحن أربع عشرة مئات قال فنزيع منها دلو فتامض مضى النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم مجه فيه ودعا قال فروينا وأروينا وقال وكيع أربعة عشر مئة حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مئة بالحديبية والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها شيئا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على شفيرها فدعا بإناء فمضمضا ثم مجه فيه ثم تركناها غير بعيد فأصدرتنا نحن وركبونا نشرب منها ما شئنا حنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار مقنع في الحديد فقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل قال لا بل أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقوتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل قليلا وأوجر كثيرا حثنا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازي بن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بتيئن والزيتون قال وما سمعت إنسانا أحسن قراءة منه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازي بن يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي رضي الله عنه كتابا بينهم وقال فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله ولو كنت رسول الله لم نقاتلك قال فقال لعلي أمحه قال فقال ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيامين ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألت ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتومين فكانوا يقرئون الناس قالا ثم قدم بلال وسعد وعمار بن ياسير ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فارحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى جعل الإماء يقلن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في صور من المفصل حثنا محمد بن جعفر عفان قال حدثنا شعبة عن أبي اسحاق قال عفان قال أخبرنا أبو اسحاق عن البراء ولم يسمعه أبو اسحاق من البراء قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومين جلوس في الطريق قال إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل وردوا السلام وأغيثوا المظلوم قال عفان وأعين قال أبي حدثنا هو أبو سعيد حدثنا شعبة قال سمعت أبا اسحاق قال أعين المظلوم قال أبي وحدثنا هو أسود قال حدثنا اسرائيل حدثنا أبو اسحاق عن البراء وقال أعين المظلوم وكذا قال حسن أعين عن اسرائيل حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي اسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بخوا علينا وربما قال إن الملا قد بخوا علينا إذا أرادوا فتنة أبين ويرفعوا بها صوته حدثنا معاوية حدثنا أبو اسحاق وعن سفيانا عن أبي اسحاق عن البراء ابن عازي بن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحمل التراب فذكر نحوه حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو اسحاق اسحاق عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحمل التراب فذكر نحوه حثنا محمد وهاشم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئ القدور حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وابن جعفر في هذا الحديث قال سمعت البراء وابن أبي أوف حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علق متاب بن مرثد عن سعدي بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عذاب القبر قال يقال له من ربك فيقول الله ربي ونبي محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني بذلك المسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم فأحبه الله ومن أبغضهم فأبغضه الله قال قلت له أنت سمعت البراء قال إياي يحدث حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي رضي الله عنه على عاثقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الركين بن الربيع قال سمعت عدي بن ثابت يحدث عن البراء بن عازب قال مر بنا ناس منطلقون فقلنا أين تذهبون فقالوا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نقتله حدثناه شيم أخبرنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بعمي الحارث بن عمر ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه حدثناه شيم أخبرنا الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان فيما اشترط أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلها أحد من أصحابه بسلاح إلا سلاح في قراب حدثناه شيم عن العوام عن عزرة عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا صففا حتى إذا سجد تابعناه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت ابن أبي الليل قال سمعت البراء يحدث قوما فيهم كعب بن عجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة قال فما تأمرنا قال أصبروا حتى تلقوني على الحوض حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثنا صفوان بن سليمين عن أبي بسرة عن البراء بن عازب قال سفرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن حميد عن يونس عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتينا على ركي ذمة يعني قليلة الماء قال فنزل فيها ستة أنا سادسهم ماحة فأدليت إلينا دلو قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شفة الركي فجعلنا فيها نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء فكدت بإنائي هل أجد شيئا أجعله في حلقي فما وجدت فرفعت الدلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمس يده فيها فقال ما شاء الله أن يقول فعيدت إلينا الدلو بما فيها قال فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق قال قال ثم ساحت يعني جرت نهرا حدثنا عبد الله قال وحدثنا هدبة حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميدي بن هلال عن يونس عن البراء نحوه قال فيه أيضا ماحة حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة وأنا وعبد الله بن عمر لدة حدنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن منصور عن سعدي بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آويت إلى فراشك فتوضى ونم على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمرك إليك وألجأت ظهي إليك رغبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن متمت على الفطرة حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا سفيان عن منصور عن سعدي بن عبيدة فذكر بإسناده ومعنى وقال فتوضى وضوءك للصلاة وقال اجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت وبرسولك قال لا وبنبيك الذي أرسلت حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس الأنصار فقالا إن أبيتم إلا أن تجلسوا فهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلومة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قالا كان رجل يقرأ في داره سورة الكهف وإلى جانبه حصان له مربوط بشطنين حتى غشيته سحابة فجعلت تدنو وتدنو حتى جعل فرسه ينفر منها قال الرجل فعجبت لذلك فلما أصبح آتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقص عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن حثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد قال أقاتل أو أسلم قال بل أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقوتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا قليلا وأوجر كثيرا حثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق أن البراء ابن عازي بن قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرمات يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير قال ووضعهم موضعا وقالا إن رأيتمون تخطفن الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمون ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم قال فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون قال عبد الله بن جبير آنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا إن والله لنأتي أن الناس فلا نصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 رجلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و 170 أسيرا و 70 قتيلا فقال أبو سفيان أفي القوم محمد أفي القوم محمد أفي القوم محمد ثلاثا فنا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أفي القومي ابن أبي قحافة أفي القومي ابن أبي قحافة أفي القومي ابن الخطاب أفي القومي ابن الخطاب ثم أقبل على أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم فما ملك عمر نفسه نفسه أن قال كذبت والله يا عدو والله أن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسعني ثم أخذ يرتجز على الهبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا يا رسول الله وما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال إن العز لنا ولا عز لاكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا يا رسول الله وما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو بلج يحيى بن أبي سليمين قال حدثنا أبو الحكم علي البصري عن أبي بحر عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها مسلمين اتقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه ثم حمضا لها تفرق ليس بينهما خطيئة حسن أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل أو غيره عن أبي إسحاق عن البراء قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونعجب منه ونقول ما رأينا ثوبا خيرا منه وألينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجبكم هذا قلنا نعم قال لما نديل السعدي بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وأليان حدثنا قوتيبة بن سعيد قال أبو عبد الرحمن وكتبا به إلي قوتيبة تحدثنا عبثر بن القاسم عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيبي بن رافع قال سمعت البراء بن عازي بن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلي عليها كان له من الأجر قيراط ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن وقال مرة حتى يدفن كان له من الأجر قيراطان والقيراط مثل أحد قال أبو عبد الرحمن وحدثناه صالح بن عبد الله الترمذي وأبو معمر قال حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيبي بن رافع عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازي بن قال رامقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فعتداله بعد الركعة فسجدته فجسته بين السجدتين فجسته بين التزليم وما بين التزليم ولا انصراف قريبا من السواء حدثنا عفان حدثنا عبيد الله بن أدن حدثنا أدن عن البراء بن عازي بن قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك حان يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرمات وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير يوم أحد وقالا إن رأيتم العدو ورأيتم الطيل تخطفنا فلا تبرحوا فلما رأوا الغنائم قالوا عليكم الغنائم فقال عبد الله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تبرحوا قال غيره فنازلت وعاصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يقول عاصيتم الرسول من بعد ما أراكم الغنائم وهزيمة العدو حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وحسين بن محمد المعنى قال حدثنا أبو رجاء عبد الله بن واقد الهروي قال حدثنا محمد بن مالك عن البراء بن عازي بن قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء قيل على قبر يحفرونه قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فاجثى عليه قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا قال أي أخواني لمثل اليوم فأعدوا حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا أبو رجاء حدثنا محمد بن مالك قال رأيت على البراء خاتما من ذهب وكان الناس يقولون له لم تختموا بالذهب وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال البراء بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه غنيمة يقسمها سبي وخرثي قال فقسمها حتى بقي هذا الخاتم فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال أي براء فجئته حتى قعدت بين يديه فأخذ الخاتم فقابض على كرسوعي ثم قال خذ البسم كساك الله ورسوله قال وكان البراء يقول كيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسم كساك الله ورسوله حتى حجاج أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري قال سمعت أبا بكر بن أبي موسى يحدث عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيان بعدما أمات نوى إليه النشور قال شعبة هذا أو نحو هذا المعنى وإذا نام قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت حثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين يعني ابن واقد حدثنا أبو إسحاق حدثني البراء بن عازي بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أليتي الكف حثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن صفونا بن سليمين عن أبي بسرة عن البراء بن عازي بن قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة غزوة فما رأيته ترك ركعتين حين تميل الشمس حثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازي بن أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها حثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف حثنا أسباط قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازي بن قال إني لا أطوف على أبي إن ضلت لي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أجول في أبيات فإذا أنا بركب وفوارس إذ جاءوا فطافوا بفنائي فاستخرجوا رجلا فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه فلما ذهبوا سألت عنه فقالوا عرس بامرأة أبيه حثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن مطرف قال أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه قال قلت ما هذا قالوا هذا رجل دخل بأمي امرأته فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه حثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عبد الغفار بن القاصم حدثني عدي بن ثابت قال حدثني يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت خالي معه راية فقلت أين تبقى يريد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بن تميمين تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنا أن نقتله ونأخذ ما له قال ففعلوا قال أبو عبد الرحمن ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار إلا هذا الحديث لعلته حثنا أسود بن عامر وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قالا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبلا أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن فلانا الأنصارية كان صائما فلما حضره الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك من طعمين قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينه وجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله حتى يتبين لكم الحيط الأبيض الأبيض من الحيط الأسود قال أبو أحمد وإن قيس بن صرمة الأنصارية جاء فنام فذكره حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام فذكر نحوا من حديث إسرائيل إلا أنه قال نزلت في أبي قيس بن عمر حثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق وحدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جمته لا تضرب إلى من كيبيه قال ابن أبي بكير لا تضرب قريبا من من كيبيه وقد سمعته يحدث به مرارا ما حدث به قطوء لا ضحك حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهل بن عمر عن زذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرار ثم قال إن المؤمن إذا كان في أقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا تنزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس مع كل واحد كفن وحنوط فجلسوا منه مد البصر حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون لها أن يعرج بروحه من قبلهم فإذا عرج بروحه قالوا ربي عبدك فلان فيقولوا أرجعوه فإني عاهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه فيأتيه آت فيقول من ربك ما دينك من نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينتهره فيقول من ربك ما دينك من نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له صدقت ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر بكرامة بكرامة من الله ونعيمين مقيمين فيقول وأنت فبشرك الله بخير من أنت فيقول أنا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا كان منزلك لو عاصيت لها أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له اسكن وإن الكفر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد فانتزع روحه كما ينتزع السفود الكثير الشعبي من أصوف المبتل وتنزع نفسه مع العروق فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لها أن لا تعرج روحه من قبلهم فإذا عرج بروحه قالوا ربي فلان بن فلاء عبدك قال أرجعوه فإني عاهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فإنه ليسمع خفقا عالي أصحابه إذا ولوا عنه قال فيأتيه آت فيقول من ربك ما دينك من نبيك فيقول لا أدري فيقول لا دريت ولا تلوت ويأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بهواء من الله وعذاب مقيمين فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فيقول أنا عملك الخبيث كنت بطيئا عن طاعة الله صريعا في معصية الله فجزاك الله شرا ثم يقيد له أعماء صم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا أثقلين قال البراء بن عازب ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار وحدثناه أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهلي بن عمر وعن زذان عن البراء بن عازب مثله حدنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة النهمي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولي وزينوا القرآن بأصواتكم ومن منح منيحة لباء أو منيحة ورق أو هدى زقاقا فهو كعتق رقبة حدثنا علي بن عاصمين أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن سعدي بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطجع الرجل فتوسد يمينه ثم قال اللهم إليك أسلمت نفسي وفوضت أمري إليك وألجأت إليك ظهري ووجهت إليك وجهي رهبة منك ورغبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسدت ومات على ذلك بني له بيت في الجنة أو بوي له بيت في الجنة حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عمر وعن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم صففكم لا يتخلى لكم كأولاد الحذف قيل يا رسول الله وما أولاد الحذف قال سود جرد تكون بأرض اليمن حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الحسن بن الحكم عن علي بن ثابت عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بده جفى حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله حثنا هارون بن معروف قال عبد الله وأظن أني قد سمعته منه قال حدثنا أبن وهبن حدثني جرير بن حازمين قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتين فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى حثنا عفان حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال حدثنا يونس عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في سفر فأتينا على ركي ذمة فنزل فيها ستة أنا سبعهم أو سبعة أنا ثامنهم قال ما حتى فأدليت إلينا دلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شفة الركي فجعت فيها نصفها أو قراب ثلثها فرفعت الدلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء وكدت بإنائي هل أجد شيئا أجعله؟ في حلقي فما وجدت فغمس يده فيها وقال ما شاء الله أن يقول وأعيدت إلينا الدلو بما فيها ولقد أخرج آخرنا بثوب مخافة الغرق ثم ساحت وقال عفان مرة رهبة الغرق حتى عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصمين عن الشعبي عن البراء بن عازي بن قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا حتى عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي أضحى عن البراء بن عازي بن قالت أفيا إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم أبن ستة عشر شهرا فقالا ادفنوه بالبقيع فإن له مرضعا يتم رضاعه في الجنة حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن زذان عن البراء بن عازي بن قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في جنازة فوجدنا القبر ولما يلحد فجلسا وجلسنا حدنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث عن علي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيني عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني إن أقتله حدثنا يحيى بن زكري حدثنا أبوي عقوب الثقافي حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاصم قال بعثني محمد بن القاصم إلى البراء بن عازي بن أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الأحواص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازي بن قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج فقالت عائشة لقد علما أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج فيها حدثنا يزيد أخبرنا داود وابن أبي عادي عن داود المعنى عن عامر عن البراء بن عازي بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي عادي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يذبحن أحد قبل أن نصلي فقام إليه خالي وقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كثير قال ابن أبي عادي مكروه وإني ذبحت نسكي قبل ليأكل أهلي وجراني وعندي عناق لبء خير من شاتي لحمين فأذبحها قال نعم ولا تجزي أجذعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتيك حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع خده على يده اليمنى وقال ربقني عذابك يوم تبعث عبادك حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الرابع بن البراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رجع من سفر قال آيبون تائبون عبدون لربنا حامدون حدثنا يزيد أخبرنا شعبة أخبرنا شاريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لا استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر فرددنا يوم بدر حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن البراء قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين لا ندري أيه أفضل حدثنا حجين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيامين فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله قال لعلي أمح رسول الله قال والله لا أمحوك أبدا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسنك أن يكتب فكتب مكان رسول الله هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب ولا يخرج من أهلها أحد أحد إلا من أراد أن يتبعه ولا يمنع أحدا من أصحابه أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنه فقد مضى الأجل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثناه أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فذكر معناه وقال أن لا يدخل مكة السلاح ولا يخرج من أهلها حثنا حجين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفرس له حصان مربوط في الدار فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة نزلت بالقرآن حثنا حجين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة براءت وآخر آية نزلت خاثمة سورة النساء يستفتونك إلى آخر السورة حثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر عن علي بن ثابت عن البراء بن عازي بن قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء والرطين والزيتون فلم أسمع أحسن صوتا ولا أحسن صلاة منه حثنا يحيى بن آدم وحسين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن ابن ثابت إهجو المشركين فإن روح القدوس معك حثنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازي بن يشهد به على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصفف الأولي حثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أشعثى بن أبي إسحاق عن معاوية بن سويدي بن مقرئ عن البراء بن عازي بن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانة عن سبعا أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الداعي وأفشاء السلام وتشمية العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم ونهانة عن خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والديوباج والإي استبرق والمياثر الحمر والقصي حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان مثله ولم يذكر فيه إفشاء السلام وقال نهانة عن آنية الذهب والفضة حثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولي حثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجلة من بني سليمين عن طلحة قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازي بن قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال لإن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المزألة أعطق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أوليستها بوحدة قال لا إن عطق النسمة أن تفرد بعطقها وفك الرقبة أن تعين في عطقها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الضمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازي بن يقول لما نزلت هذه الآية وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أتاه ابن أم مكتومين فقال يا رسول الله ما تأمروني أني ضرير البصر قال فنزلت غير أولي الضرر قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتوني بالكتف والداوة أو اللوح والداوة حثنا وكيع عن أبيه وعلي بن صالح عن أشعث بن سليمين عن معاوية بن سويدي بن مقر قال أبي وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليمين قال سمعت معاوية بن سويد عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانة عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانة عن آنية الذهب والفضة والتختم بالذهب ولبس الحرير والديوباج والقاسي والمياثر الحمر والإي استبرق ولم يذكر عبد الرحمن آنية الذهب والفضة حثنا وكيع عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان هاجهم أو يأهجهم فإن جبريل معك حثنا وكيع عن صفيان عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا منجأ إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن متمت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة أو قال حدثنا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلة عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب قال شعبة مثله حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال وحدثنا أبن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إذا أخذ مطجعه أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظاهي إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة حدثنا عن سعدي بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال ابن جعفر قال شعبة وأخبرني عن الحسن عن البراء ابن عازب بمثل ذلك حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنسجد قال حدثنا عبد الملك ابن عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر قال آيبون تائبون لربنا حامدون حدثنا عبد الملك ابن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الرابع ابن البراء عن أبيه البراء ابن عازب مثل ذلك حسن أسود ابن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما وضع يده لمن تحت خضه وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حسن وكيع حدثنا شعبة وسفيان عن عمر ابن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلة عن أبن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر حسن وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل التراب وقد وارت تراب شعر صدره حسن وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا وقال اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة قد أماتوها حسن وكيع قال حدثنا شعبة عن عدي ابن ثابت عن البراء ابن عازب قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن وكيع حدثنا الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء ابن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منح منح منيحة ورق أو منيحة لباء أو هدى زقاقا كان له كعدل رقبة وقال مرة كعتق رقبة حسن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير حسن وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيدي بن فيروز مولى بني شيبان في حديثه قال سألت البراء ابن عازب ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو منها عنه من الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ويده أطول من يدي أو قال يدي أقصر من يديه قال أربع لا كجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي فقلت للبراء فإنا نكره أن يكون في الأذن نقص أوي في العين نقص أوي في السن نقص قال فما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فجعل أصحابه يتعجبون من لينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لما نديل سعد بن معاذ في الجنة أليان من هذا حثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء قال غزاء النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة حثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال مر بن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقد طبخنا القدور فقال ما هذه قلنا حمرا أصبناها قال وحشية أم أهلية قلنا أهلية قال أكفئوها حثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية والحديبية بئر قال ونحن أربع عشرة مئات قال فإذا في الماء قلة قال فنازع دلوان ثم مضمضى ثم مجى ودعى قال فروينا وأروينا حثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده لمن تحت خبه وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك حثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق عن شقيقي بن عقبة عن البراء بن عازي بن قال نزلت حافظوا على الصلاوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نقرأها لم ينسخها الله فأنزل حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى فقال له رجل كان مع شقيق يقال له أزهر وهي صلاة العصر قال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى والله أعلم حثنا أسباط حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازي بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون ابهماه حذاء أذنيه حثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك يعني ابن أبي أنس عن عمري بن الحريث عن عبيدي بن فيروز عن البراء بن عازي بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وقال البراء ويد أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي حثنا أبو سعيد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن البراء قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأناس من الأنصار في مجالسهم فقال إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلومة وقال محمد بن جعفر عن شعبة قال أبو إسحاق عن البراء ولم يسمعه أبو إسحاق من البراء حثنا معمر حدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف حثنا حسين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حسان وإهج المشركين فإن جبريل معك أوي إن روح القدوس معك صلى الله عليه وسلم حثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازي بن قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعو إلي زيدا يجيء أو يأتي بالكتف والداوة أو اللوح والداوة كتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال هكذا نزلت قال فقال ابن أم مكتومين وهو خلف ظهره يا رسول الله إن بعيني ضررا قال فنزلت قبل أن يبرح غير أولي الضرر حثنا علي بن حفص حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا منجأ إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن ميت من ليلتك ميت وأنت على الفترة وإن أصبحت أصبت خيرا حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد وحدثنا مصعر عن عدي بن ثابت عن البراء قال إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه إذا قرأ صلى الله عليه وسلم حدثنا أسباط بن محمد حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازي بن قال إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهماه حذاء أذنيه حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاث من أطاهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم لن يردوه ومن أتى إلينا منهم ردوه إليهم وعلى أن يجي النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل وأصحابه فيدخلون مكة معتمرين فلا يقيمون إلا ثلاثا ولا يدخلون إلا جلب السلاح السيف والقوس ونحوه حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارد تراب جد بطنه وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بخوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقالت عجبون من لين هذه لمناضيل السعدي بن معاذ في الجنة خير منها أو أليان حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت أبا بكر بن أبي موسى يحدث عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور قال شعبة هذا أو نحو هذا المعنى وإذا نام قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت حدثنا محمد بن جعفر وبهز حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازي بن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنه إبراهيم إن له مرضعا في الجنة حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي قال بهز حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وقال بهز عن البراء بن عازي بن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصل العشاء الآن في سفر فصل العشاء الآخرة فقرأ بأحدى الركعتين بتين والزيتون حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي قال بهز قال أخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازي بن يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسن ابن ثابت هاجهم أو هاجهم وجبريل معك حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمتي بن كهيل عن أبي حجيفة عن البراء بن عازي بن قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبدلها فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة وأظنه قد قال خير من مسنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزئه أو توفيه عن أحد بعدك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت ابن أبي الليل قال سمعت البراء يحدث قوما فيهم كعب بن عجرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفتتح الصلاة رفع يديه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد الإيمي عن الشعبي عن البراء بن عازي بن قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليسا من أن لسكي في شيء قال وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال إن عندي جذعة خير من مسنة فقال أذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميموء أبي عبد الله عن البراء بن عازي بن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق قال وعرض لنا صخرة في مكاء من الخندق لا تأخذ فيها المعاول قال فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عوف وأحسبه قال وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعاول فقال باسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لا أبصر قصورها الحمرى من مكان هذا ثم قال باسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله والله إني لا أبصر المدائن وأبصر قصورها الأبيض من مكان هذا ثم قال باسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لا أبصر أبواب صنعها من مكان هذا حدثنا هوذة حدثنا عوف عن ميموء قال أخبرني البراء بن عازي بن الأنصاري فذكره حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيانو عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده لمن تحت خده عند منامه ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازي بن قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسنا بن ثابت اهجو المشركين فإن جبريل معك حدثنا يزيد وابن نمير قال حدثنا يحيى عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازي بن قال يزيد إن عدي بن ثابت أخبره أن البراء بن عازي بن أخبره أنه صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قال ابن نمير الآخرة وقرأ فيها بتين والزيتون حدثنا ابن نمير أخبرنا الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماما من مسلمين يتقيان فيتصافحان إلا غفر لهم قبل أن يتفرق حدثنا يعلى حدثنا الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال ما رأيت رجلا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء حدثنا أبو كامل حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن أنه وصف سجود قال فبسط كفيه ورفع عجيزته وخو وقال هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازي بن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى نرى أبهميه قريبا من أذنيه حان عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازي بن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن صلي في أعطان الأبل قال لا قال أن صلي في مرابض الغنم قال نعم قال أنا توضأ من لحوم الأبل قال نعم قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله رزي وكان قاضي الري وكانت جدته مولاة لعلي أو جارية ورواه عنه آدم وسعيد بن مسروق وكان ثقة حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازي بن قال ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامية قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازي بن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح مني حتى ورق أو هدى زقاقا أو سقلبانا كان له عدل رقبة أو نسمة ومن قال لا إلها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرار كان له عدل رقبة أو نسمة وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا أو عواتقنا يقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم وكان يقول يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول وقال زينوا القرآن بأصواتكم كنت نسيتها فذكرانيها الضحاك بن مزاحمين حسنا يحيى حدثنا سفيان حدثني سليمان عن مسلم بن صبيح عن البراء قال مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن له ابن ستة عشر شهرا وهو رضيع قال يحيى أراه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا يتم رضاعه في الجنة حسنا سفيان حدثني أبو إسحاق عن البراء بن عازي بن قال قال له رجل يا أبا عمارة أوليتم يوم حني قال لا والله ما ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولسرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء وأبو سفيان بن الحريث أخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا أبن عبد المطلب حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم وجه إلى الكعبط وكان يحب ذلك فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية قال فمر رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر على قومين من الأنصار وهم ركوعون في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبط قال فانحرفوا وهم ركوعون في صلاة العصر حثنا وكيع عن مسعر ومحمد بن عبيد حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء قال محمد بالتين والزيتون حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وابن نمير أخبرنا الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم حثنا وكيع عن صفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يحني رجل من ظهره حتى يسجد ثم نسجد حثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحب أو نحب أن نقوم عن يمينه وسمعته يقول ربقني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك حثنا وكيع حدثنا أبو جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على قوس أو عصا ترجمة نانسي قنقر